المصريين فنم ارتبطوا بالخيل جدا لدرجة انهم كانوا بيقتنوا احسن السلالات بالاضافة فنم كان فيه مقولة لرمسيس الثاني انه هو اللي استقدم الخيل من الصحراء وقام على تربيتها وتدربها بالاضافة فنم عندي هنا عندنا فنم هنا الجواد العربي النظير وده كان يعتبر ابو الخيول المصرية وعميد عائلة الخيول الملكية وده كان من اشهر الخيول في القرن العشرين واكسرهم فحولة وانتج عدد من الفحول ما زال مربي الخيل بيبحث عنه حتى الان فيه فنم عندنا شهادة النسب الاصلية وده عمرها الف تسعمية من الف تسعمية اربعة وتلاتين بالاضافة فنم لشهادة نسب الاب بالاضافة لكتابة فنم بيكلم على سجل انساب الخيول العربية في الجمهورية المتحدة اخر تحديث ليه الف تسعمية اربعة وعشرين بعد كده فنم ده كتاب امريكي بيتكلم على الخيول المصرية بالاسماء بعد كده فنم كتاب اسمه استبلاط حمدان وبيتكلم على اهم الخيول اللي كانت موجودة في الاستبلاط وكان طبعا من اهمها الحصان نظير ارسان سياتك ارش فنم القسم الاخير القسم الاخير فنم بيتكلم على شهادات ميلاد وانساب الخيل العربي المصري كان في بعض الاشتراطات وضعتها الجمعية الزراعية الملكية اللي هي مزرعة الزهراء الان ان لازم يكون الخيل عشان انسب خيل لازم يكون باحصان طلوق لازم خالم العيوب الوراثية متناسب الاعضاء جميل الراس وده سياتك مجموعة من شهادات النسب للخيول بيعود بعضها لسنة الف تسعمية وستاشر موتى واجده فنم امام حضرته واي اوامر فنم